أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أهمية المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الذي صدر عن جلالة الملك المفدى مشيرا إلى دور القانون في توفير بيئة محفزة لجذب المستثمرين والشركات الكبرى إلى مملكة البحرين وخلق فرص عمل للمواطنين دعما للاقتصاد الوطني وزيادة تمكين المستثمر البحريني وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية الداعمة التي تعزز حضوره في الساحة التجارية والاستثمارية وأوضح الزياني أن التعديلات القانونية تأتي في إطار حزمة التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تنفيذا للتوجيه الملكي السامي بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين مشيرا إلى أن المرسوم بقانون يهدف إلى تطوير المنظومة التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل وأضاف سعادة الوزير أن المرسوم بقانون يأتي تأكيدا على مساعي الحكومة في دعم الاستراتيجيات الاقتصادية التي ستواكب مع متطلبات الاستدامة بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة في مختلف القطاعات التنموية ترجمة نانسي قنقر